بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الخامس من الشابط الثاني part 5 chapter 2 بعنوان drawing an equilateral triangle and square سوف نبدأ بالنقطة الاولى اللي هي dividing line into equal parts تقسيم خط الى مجموعة من الاجزاء المتساوية النقطة الثانية drawing an equilateral triangle رسم مثلث متساوي الافضاع والنقطة الثالثة اللي هي drawing square اللي هو رسم مربع خلينا نبدأ بالنقطة الاولى اللي هي drawing line into equal parts ازاي نقسم خط الى مجموعة من الاجزاء المتساوية وفي الاول خلينا نشرح همية هذه النقطة لو عندنا خط طوله عشرة او خمسة سنتي خمسة سنتيمتر ده ممكن باستعمال المصطرة نقسمه الى خمسة اجزاء كل جزء واحد سنتي ولكن لو اردنا تقسيم هذا الخط اللي هو طوله خمسة سنتيمتر اردنا تقسيمه على سبع اجزاء هنا بالمصطرة هتكون المسألة صعبة ومحتاجين ايه؟ محتاجين طريقة معينة تعطينا سبع اجزاء متساوية نرجع الان للطريقة بتاعنا ازاي نسم الخط الى مجموعة من الاجزاء هذا الخط بتاعنا اي بي ده هذا هو المعطر عشان نقسمه الى اجزاء متساوية نيجي ونرسم خط اي سي باي زاوية المهمة تكون اقل من مية وثمانين درجة ده الخطوة الاولى لكن هنا السؤال كم طول الخط اي سي لو انا عايز اسم الخط اي بي على سبعة لازم يكون الخط اي سي طوله مضاعف لسبعة يعني ايه؟ يكون الاسي يساوي سبعة وإلا اربعتاشر وإلا واحدة وعشرين وإلا ثمانية وعشرين يعني مضاعف لعدد ايه؟ عدد سبعة بعد ما رسمنا الخط بتاعنا ده اي سي نوصل النقطة سي بالنقطة بي ودي الخطوة الثانية ودي خطوة سهلة كمان بعد ما وصلنا النقطة سي بالنقطة بي والمفروض قلنا أخذنا الطول الاي سي هو مضاعف لسبعة يعني باستعمال المصطرة ممكن نقسم الخط بتاعنا إلى سبعة أجزاء دول أربعة خمسة ستة سبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة دول سبعة أجزاء بتاعنا وده ممكن نقسمه بالمصطرة الخطوة الثانية قلنا نرسم الخط اللي يربط النقطة سي بالنقطة بي وبعدها نرسم الخط الموازي اللي الخط سي بي يمر على النقطة هذه هذا الخط الثاني الثالث الرابع الخامس والست وكده ايه تحصلنا على نجاة موجودة على الخط اي بي لنقطة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واكيد هنا عندنا ايه الجزء ده يساوي الجزء ده وده يساوي الجزء ده وكل الأجزاء مو متساوي دي طريقة تقسيم خط الى مجموعة من الأجزاء المتساوي خلينا الآن نمر لرسم مثلث متساوي الأضلع Drawing Equilateral Triangle هنا كمعطة عندنا الR اللي هي تساوي الAB لطول الظلع الظلع AB او الخط AB اول حاجة نعملها نرسم الخط AB ودي حاجة سهلة وبعدها نجيب الفرجار ونفتحه فتحة R الR قلنا هي تساوي AB مثال لو AB تساوي 5 سنتيمتر نفتح الفرجار مقدار 5 سنتيمتر ونرسم A الجزء بتاعنا بعد ما نركز بعد ما نركز في النقطة A الخطوة الثانية بنفس الفتحة نروح للنقطة B ونرسم الجزء بتاعنا وكده A تحصلنا على نقطة تقاطع بعد ما تحصلنا على نقطة التقاطع بكل بساطة نجيب المسترة ونوصل نقطة التقاطع دي بالنقطة A والنقطة B وكده تحصلنا على مثلث متساوي الأضلع بالنسبة لرسم المربع سكوير عندنا كمواطع الظلع A B نجيب المسترة ونحاول نزود في الخط A B ده جزء زودنا على الخط A B ونجيب الفرجار ونفتحه فتحة صغيرة ونركز في النقطة A ونرسم الجوس الأول والجوس الثاني يمين وشمال النقطة A بعدها نجيب الفرجار ونزود الفتحة شوية ونركز في النقطة دي ونرسم الجوس بتاعنا ده نروح للنقطة الثانية هنا ونرسم الجوس الثاني تحصلنا على نقطة التقاطع بعدها نيجي في النقطة A ونفتح للنقطة B ونرسم الجوس بتاعنا ده الكبير يعني الفتحة بتاع الفرجار هي تساوي A B وبعدها 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 بساطة بالمسطرة نوصل للنقطة دي بالنقطة A كده تحصلنا على الظلع الثاني بتاع A بتاع المربع بنفس الفتحة اللي هي A B نروح للنقطة هذه ونرسم الجوس بتاعنا ده وبعدها نروح للنقطة B ونرسم الجوس ده ونتحصل على النقطة الثانية أو نقطة التقاطع اللي هي هتمكننا من رسم الظلع الثالث و A الظلع الرابع كده الحمد لله تحصلنا على A على المربع